الجيش الإسرائيلي يجري تمرينات استعدادا لعملية عسكرية محتملة على قطاع غزة هذا العلوان جاء في صحيفة يدعوت أحرانوت أيضا وفيه صرح ناطق عن وحدة الهندسة في الجيش الإسرائيلي بأن إسرائيل أجرت اختبارات على آلياتها العسكرية الجديدة وقد تم تجهيزها بأنظمة حماية ضد الصواريخ مصادر استخباراتية إسرائيلية كانت قد أكدت على أن حركة حماس باتت أقوى مما كانت عليه سابقا ومن المتوقع أن يكون ردها على الجيش الإسرائيلي قاسيا هذه المرة لذا تركزت التدريبات العسكرية الإسرائيلية على استخدام الجرافات الجديدة من نوع كاتر بيلر في فتح الطرق للدبابات والجنود وإزالة الألغام والقنابل بإضافة إلى تصدي للصواريخ المضاد للدبابات كان ذلك ما جاء في صحيفة يدعوت أحرانوت